فكرة كلمة الأصدقاء وعدد الأصدقاء على السوشيال ميديا يعني تلاقي عندك ايه فيه الفولور اللي بيتابوك بس فيه عدد الأصدقاء على الفيسبوك الناس بتفرح قوي بعدد الأصدقاء اللي عندها وتيجي بعد ما عرفش ما بيكمله خمس تلاف ولا ما عرفش كام يروح حاطة بوست كده بيقولك أنا مضطر أمسح الأصدقاء الغير متفاعلين عندي على الصفحة عشان ما بقاش فيه مكان لناس تليم تتفاعل هو ليه ما يمسحهمش من غير ما يقولي يعني ليه التحديد يعني شلني من غير ما تقولي عادي يعني ممكن يكون عشان ما يزعلش لو بص في لحظة لأ نفسه وفتكير أنه هو عمله بلوك فهو عاوز يقول هو خرجوا يعني متجنة ما يعني معادي يعني ايه مشكلة يعني ايه يعني شلتين في كلمة الأصدقاء يعني هيا ما هذا أصدقاء ايه يعني كلمة صداقة دي كلمة كبيرة قوي هل هم فعلا أصدقاء يعني كلمة أصدقاء دي اللي بنشوفها هل هم أصدقاء لو أنت عندك خمس تلاف صديق على الفيديو عندك تلات تلاف مش مكمل الخمسة هي دي الصداقة فمين الأقرب ليك يعني هل ممكن يبقى عندك أصدقاء في الواقع الافتراضي اللي هو أصلا مش واقع يكونوا أقرب ليك من الواقع الحقيقي يا ولا ممكن يبقى عندك حد صديق واحد بس وتبقى مكتفي بيه بس حقيقي شايفه بكلمه حاسس بيه حاسس بيه بنتفاعل مع بعض ليه الناس بتفرح بعدد الأصدقاء الكتير الافتراضين غير الواقعيين الناس بتفرح بعدد الأصدقاء عشان إحنا بقينا نحدد إيمتنا في اللايك وفي الشير وفي اللوف وفي مش عارف إيه إحنا بقيت إيمتنا في الحتة دي مين فينا جاب أكتر لايكات يبقى هو اللي كسبان صح وكاننا دخلين محبوب أكتر لا ومش بس كسبان بيشوف نفسه محبوب أكتر ماشي الناس بتتبعوا بس يا دي مش فكرة محبة ملهاش علاقة ملهاش علاقة لا خالف يعني ممكن حد يبقى داخل يعلق لي عشان يشتمي مثلا يعني مش كده لا 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 يا ستي قولي ممكن يبقى حد داخل لا قولي مثلا الناس كتير هل ده معناه أن انت كده بقيت كويس يعني إحنا بقينا نقيس إيمتنا بعدد الأصدقاء والعالم للأسف بقى يعمل كده يعني النهاردة لما الناس اللي عندها ملايين على صفحتها بيلاقوا ناس يدعموهم بيلاقوا ناس يصفروهم بيلاقوا ناس يوديهم حدد كتير جدا لمجرد بس أن هما عندهم عدد كتير يقول لك أنا بيتابعني ملايين يبقى أنا كويس أنا بشوف ناس على السوشال ميديا بيتابعهم ملايين أنا ما عرفهمش ممكن يكون جاهل مني بس أقصد أقول يعني لا مش بس ما تعرفهمش هو مؤثر ولا لا ومؤثر بشكل إيجابي ولا سلبي بالمناسبة أنا مش عارف أقول بنفس الطريقة اللي أنا عايز أقول بها ولا لا بس في بنت مثلا بتطلع على السوشال ميديا وبيتابعها على ناس كتير جدا الفيديوهات بتاعتها بتجيب أرقام كبيرة أنا آسف في التعبير آسف يعني أنا آسف يعني هي يعني بابا بتاعها وماما بتاعتها ما شافتش بربع جنيه تربية بشتايم وألفاظ خارجة طول الوقت والأسف السوشال ميديا معناهش رقاب ومحدش بيرائب وأولادنا بتفرجوا على الفيديوهات وهي بنوتة صغيرة يعني بتاع 20 سنة ولا حاجة كده هي ما بتقدمش فيديو غير لما يكون فيه ألفاظ بزيئة جدا 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 سيئة جدا 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 تشتم أبوها بألفاظ صعبة جدا تشتم أمها والناس بيتابعوها بل بالعكس أن في بعض الفنانات بيقلدوها وقلدوها في أعمال وقلدوها في عمل معين يعني مسلسل معين كان في رمضان ده هما سعدوها تنتشر أكتر بتقديموا لتعبيرات بعض التعبيرات اللي هي بتقولها استخدموها وهي طلع تقلد أنتم بتقلدوني أي يعني أنتم تخيلين أن ده نموذج من النماذج أقول لحضراتكم أنا آسف في التعبير يعني لما تلاقي حد ما شافش بجنيه ربع تربية ده قصة صعبة جدا يعني إيه واحد يطلع المحتوى اللي بيقدمه أنه هو يشتم والده أو والدته أو يقول ألفاظ خارجة طول الوقت ومفيش رقابة هيعملولها أي يعني هيقول تقول لي يحبسوا ما حدش بيحبس حد مش ما فيش الكلام ده فأريد أن أقول لك الناس بقيت تحدد قيمتها بفكرة اللايك والشير اللي عنده أصدقاء كتير ده عشان إيه عشان بعمل حاجة تعمل تريند تعمل بومين عشان خاطر بطلع عشتم وقول مش عارفة ألفاظ إيه يعني يبصوا في حاجات أنتم عارفين قوي أنها بتجيب وتدرب وتخلي الواحد في حتة تانية خالص من وجهة نظر ونظر الناس مش مهم بقى اللي أنا بقدمه ده إيه وهو بيبقى مؤثر على فكرة بس مؤثر إيه إيجابي ولا سلبي ما فيه برضو تأثير بيودي الناس في دهية وخلي الناس بقى تقلد الكلام ده والأجيال الجديدة تتفاعل مع ده وتقلد ده هل دول يتحسبوا النوم أصدقاء هل دي حاجة تخليك فخور بنفسك وسعيد أصلا أنا عندي فيه ناس بيتابعها ناس بالملايين وزي ما كان سحاب يقول دول بيغضوا يعني نسافر ونتعلم ومميزات طب بص يوم ما كانوا عاملين لنا سؤال أعتقد نزل على الشاشة الأصدقاء هم أصدقاء الواقع ولا المواقع أنا عجبني بس السؤال يعني الأصدقاء هم أصدقاء الواقع ولا المواقع بس عشان ما كونش النظر سلبية أنا ليه وجهة نظر برضو تاني مش بناقض نفسي ولا حاجة بس فيه ناس كان أول مرة أشوفهم وأول مرة أتعرف عليهم كان على الفيسبوك مثلا وبعد كده بقى بالنا علاقة لطيفة علاقة كويسة هذه صدقة بدأت لكن كملت بشكل واقعي أه كملت بشكل واقعي تماما هذه نقطة مهمة هي بدأت ممكن فعلا اتعرفت عن طريقها وتلع حد كويس والعكس الكلام رويح كلام جاي والعلاقة تطورت طرف تيجي زي مثلا حد كان بيعلق طب بعت رسالة فأنا تفعلت معاها فأنا مش عارف إيه لحد كويس ده شخص كويس أنا يعني تعرف عليه يعني الواحد بتشرف إنه يتعرف على شخص مثلا زي ده ولا حاجة تلاقي بعد كده اتقابلنا في مكان دانال بجد هو أنت يا جد ومش عارف إيه بتاع بينا صحاب هترقم بس أصدقلك يعني ممكن تكون فأنا مش عايزة أغمق الصورة وأقول لا وفي ناس بقى أصدقاء قوي فيه ناس بقى الصداقة تحاولت لصداقة ممكن أقول أنا كل على الفيسبوك كلهم مش أصدقاء لا فيهم ناس حلوة جدا أنا شخصين ببقى فرحان إن أنا بتواصل بتواصل معيهم وفيه أشخاص تحس أنت أصلا أول ما بقعت لك الرسالة يعني فيه حاجة غريبة بتحصل يعني فهمت زي؟ أولا بيبقى لك كونت فيك يعني بمعنى أنه مش حاطت لصورته ولا حاطت اسمه الحقيقي ولا حاطت أي حاجة خالص ده غالبا الفيسبوك برضو مليان مليان ناس مثلا بيبعت لك عشان مش عارفة بلاش 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 لو ما فيش دعية بص ممكن تبقى الأكاونت فيك ويبقى الاسم إنه صديق عندك خلاص ببعت لك او لو أنت عندك صفحة عامة مثلا بيتابعك تلاقي حد ببعت لك رسالة وده بيحصل معنا وأكيد برضو منك وكتير بيحصل معا كده أنا فلان وانت مش عارف المعلومات المكتوبة دي صح والغلط أصلا ممكن تبعت لي رقم تليفونك نتكلم أحسن من الشات يعني أكيد الرقم بتاعنا مش مشاع ولا لحضرتك إنك إنت تحطه لحد إنت ما تعرفوش عشان أنت تواصل معي فعلى الصديق اللي فيلم واقع أنا ما بحبش كلمة صديق أنا ما بعتبرهاش صداقة يعني لكن في الواقع الافتراضي ما بيبقاش فيها صداقة جايز النقطة لها لها سحية يطلع حد كده يبقى بيننا تواصل ممكن في الواقع نتقابل ممكن الناس بيتابعوني ويتابعهم على الفيسبوك أو على السوشيال ميديا يبقى بيننا كل احترام بيعلقولي بحاجة بعلق لهم بحاجة يعني فيه نقطة تواصل بس مش صداقة بس فيه ناس تقولك أنا بقدر أفصل ما بين الناس السوشيال ميديا والواقع يعني هم هم الناس اللي بيقابلهم في الواقع بيشوفوا مع السوشيال ميديا يقولك بس أنا أقدر أفصل ما بين العلاقة على الفيسبوك والعلاقة في الواقع الحقيقة أي حد بيقول كده أنا بشوفه هو دايما بيقول كلامه غلط احنا ما بنعافش نفسه يعني انت مثلا لو صاحبك اللي معاك في الكلية ولا حد جاركم اللي جنبكو وانت دايقته في تعليق في عملك بلوك لما هتشوفه عادي خلص مش مشكلة ده يا رجل ده احنا انا صغر عقلي ده الفيسبوك ملوش علاقة بالواقع لا احنا بيبقى انه ليه علاقة اللي بيعملك بلوك على الفيسبوك بتعمله مشاكل في الواقع او بتشوفه بتبقى مش عايز تكلمه او بيحصل مشاكل ما بينكم فاحنا شوية ما بنعرفش نفسه اقولكم على هاتف كلنا ما بنعرفش نفسه وصعب جدا انت تعرف تفصل ما بين الاتنين لكن السؤال تاني هم اصدقاء الاصدقاء ممكن يكونوا اصدقاء الواقع ولا اصدقاء المواقع